السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جميعا ورجعنا لكم بفيديو جديد هو على البيتكوين ولكن حيكون فيديو صغير ملخص بس سريعا على الموجات اللي أنا من وجهة نظري مقتنم فيها لازم تعرف انت قبل ما تتفرج على الفيديو هذا انه وجهة نظر هذه تحتمل الصواب تحتمل الخطأ لكن كل ما بروح لأي مدرسة ولأي تحليل ولأي تفصيل آخر برجع وبشوف نفس الفكرة اللي أنا مقتنع فيها من الأول والتكلمنا عنها اليوم اشرحها بشكل سريع ليش اليوم سويت الفيديو لأنه اليوم كذا حبيت اننا نخليها كلها clear bar chart أوكي ما في شمعات ما في أي شيء ما في moving average لعد الموجات بكل بساطة عندنا clean and clear cut clean كذا ما في رسومات كثيرة ما في million indicator على الشار عشان نشرحها خطوة خطوة أوكي وأشرح معاها ليش كل ما أروح وألف وأدور وأرجع لنفس الشار القديم اللي بنتكلم عليه وإنه عد الموجات زي ما أنا مقتنع فيها الآن واضحة أمامك ما في أي moving average ما في أي شيء أوكي وبس هنشرح سريعا إيش الأسباب اللي من وراها أنا مقتنع بهذا التفسير الآن أنا كل اللي راح أحل له فقط الموجة الأخيرة اللي موجودة حاليا أوكي أنا اللي قبل كذا يعني بصراحة في عدة قراءات وعدة أراء إلى أن يخرج لنا واحد فلتت إليوت فلتت زمانه يقدر يترجم الموجات أوكي من أول مظاهر البيتكوين من 1 سنت أوكي إلى هذا السعر وطرى باي ذوي كان طول عمره الشارت إلى 1 سنت فجأة كذا لقد بدأ يطبع شغلات حتى تحت الـ 1 سنت فمن أعرف هل الموجة هذه نعتبرها ألا لا من يوم يعني من زمان مرة وهو دائما طابع من هذه أول موجة لي هذه أول موجة كانت تبدأ الآن شايف فيه أشياء كثيرة انطبعت قبل و2009 وكلام هذا هل هو كلام هذا صحيح ألا لا لذلك أنا ما راح أدخل غير في الموجة الأخيرة هذه وهي هذه الموجة التي تهمني ونتكلم فيها لكن قبل ما نبدأ لا تنسى تسوي متابعة لي وفالو على تويتر وكايت موراد 76 وهنا القنوات التليجرام الخاصة فيها وهنا اليوتيوب طبعا أول كلمة سبسكرايب وفالو وشير إذا عجبك ولايكات وحاولوا تدعم الفيوز يعني الفيوز مرة قليلة بشكل غير طبيعي فحاولوا أنكم تدعموا على أساس تدعمونا أكثر أن نحن نسوي الفيديوهات أكثر أوكي عشان لا نطور الفيديو أكثر أوكي أنا بحاول أن أختصره بقدر المستطاع الفيديو أو الشارت كما هو واضح أنا من الأول مقتنع أنه هذه موجة واحد هذه اثنين اللي هي A B C أوكي وهذه خرجنا فيها إلى ثلاثة ومن الأول بقول أنه هذه A وهذه B وهذه C اللي أنا هترجم ليه أنا مقتنع أنه هذه A B C فإذا أنا مقتنع من A B C على طول هتعرف على طول أنه هذه هو القاع والمفروض ما نكسر تحته بناء على Elliot بناء على موجات Elliot لا أكثر ولا أقل قبل عشان نتأكد أنه خرجنا هنا بموجة وبعدين بدأنا نصحح وبعدين خرجت هنا بخمس موجات تمام لو كان النزول النزول هنا كان عبارة عن regular flat أو zigzag زيما بيقولوا اللي هي سيمبل أوكي A B C يعطيني indication على طول أنه أنا فعلا في موجة 2 فهذه 1 2 وهنا كل اللي شفته حاليا 1 2 هذه A B C هذه 1 2 أوكي بعدين هنا 3 4 وهنا 5 فكملت الموجة الثالثة الآن تكلمنا وأشبعناها كلاما اللي هي أنه هذه الموجة A تمام أوكي 1 2 3 4 5 أوكي وبعدين خرجنا هنا موجات ثلاثية أنا كل اللي يهمني B دائما هنا ثلاث موجات فإذن هذه B خلاص فما حق تنع أنه هذه 5 وانتهت الموجات إلى يومك هذا إلى أن يثبت العكس الآن C المفروض كقانون Elliot أول قانون يهمني في Elliot يقول لك طيب فين حد C فين مداه C أول مداه لC عندك أنه تكون 1 1 ممكن 1 100% يعني مش في حال التصحيح حقنا هنا طبعا لما يكون التصحيح سيمبل اللي هو زيجزاج أو فلات ABC عادي لاثنين فلائما لازم نتوقع في نظرية التبادل بين موجة أربعة وموجة اثنين أنه يكون التصحيح معقد فهذا هنا فوجهنا B اخترقت القمة وبعدين C نزلت فنيجل C من أحد هذا 1.23% أقصى حد لها المفروض C إنها تكون 1.618 في بوناتشي فلما شوف أنا هنا عندي في بوناتشي حلاقي إنه A بدأت من هنا وهنا نفس الشيء هذا 618 تقريبا عن 17 ألف أنا تكلمت فيها بتشوف بالضبط عند الشمعة اللي نزلت هنا في تاريخ والله العليم كم يا طويل العمر عشان تكون واضحة أكثر هتلقى تقريبا لها كانت في جون 2022 أوكي الشمعة الأسبوع تبعت جون وصلت عند 6.1.618 فالمفروض C مداها هنا لذلك إذن هادي ولازم تكون خمسية ثلاثة أربعة خلاص هذه خمسة تمام وخلصت حتقول ليه نزلت تحت يس ممكن تنزل ب1000 2000 لكن ما جابت نسبة في بناتش تاني نسبة لبعدها حتلاقيها كم أوكي 2.618 أو حتى على 2 أو هذا يعني لو جي طب أسوي مثلا أوكي أمشي معاك للآخر على الأساس معني ما كنت مطاب الفيديو مثلا 1.41 أوكي لا مو 1.41 المفروض نسوي where is 2 2 2 2 أو مثلا خلينا نقول هنا 2.27 مثلا خلي هذه 2.27 أوكي فشايف ما وصلت للليفل الثاني تابع في بناتش فالبالتالي أنا كل اللي يهمني إنها ما وصلت لفل ثاني أعتقد إنه كانت هذه عشان تعمل الموجة خامسة وتسوي لي فأنا بالنسبة لي أول سبب موجود عندي كموجة C اللي هو إنها لا تتعدى 1.618 اتحقق هذا الشرط خلاص فبالنسبة لي هذا واحد شرط تمام وفي نفس الوقت حتلاقي أوكي يعني حيكون حتشوفوه في المستقبل مودحين إنه عايش شكل دعم مهم جدا لهذه الموجة الشيء الثاني إنه اتحقق ديفرجن هذا مهم جدا بالنسبة لي إنه تحقق ديفرجن وهذا اللي أنا أريد أشوف فعندي شاهدين هذه هي ديفرجن هنا أوكي لو هتشوفوه بشكل واضح أوكي هذا ديفرجن فأنا عندي شواهد بإنه أنا على 1.618 وإنه هذا C هذا مداها تمام وأنا مقتنع من أول إنه AB ليش أقول أكذب نفسي خلاص هذه B هذه الموجة وهذه الموجة الأخيرة C وقفت عند 1.618 وحقق ديفرجن فكل هذا بيقول إنه C امتهت إذن هذه موجة أربعة طيب ليش أنا قلت عليها موجة أربعة أو C من الموجة الرابعة اللي هي ABC لأنه B تعدد ثلاثة عارفين لو B ما كانت تعدد ثلاثة وB كانت هنا كان ممكن أشك لأنه عادة كان ممكن تكون هذه الموجة الخامسة الأخيرة ممكن تيجي تعيد تقول هذه الموجة الخامسة الأخيرة لكن طالما B عدد موجة ثلاثة طالما عدد فمعناها هذه موجة الخامسة الموجة الخامسة الأخيرة ما في شي عدية خلاص لازم تنزل بعدها صحح من تحت الموجة الخامسة تمام هذا نقطة ثانية النقطة الثالثة وهو المهم عندي أنه عندي الفيبوناتشي اللي هو عادة أنه البيتكوين أو الموجة الثالثة الموجة الرابعة عادة ما بتتعدى خمسين في المية عادة جرت العادة أوكي خمسين في المية من موجة اثنين وثلاثة يعني موجة ثلاثة ما تتعدى الخمسين في المية وزي ما احنا شايفين هنا انه جبنا بالضبط الخمسين في المية هنا ولمسناها هتقول لي نزلت تحت بخمسمية بألف لا تنسوا كمان انه كان عندي انا هنا فهذا شاهد اخر بيقول لي انه وصلت الى القاع او الى ويف 5 عند خمسين في المية بيقول لك عادة اذا نزلت تحت الخمسين في المية اوكي لازم تشك انها ممكن ما تكون الموجة الرابعة ممكن تكون موجة تانية او انت غلطان في العد لكن الى الان الشواهد ان انا عند الخمسين في المية على طول ارتديت وطلعت من المنطقة اللي انا فيها تمام فاذا بكل يعني الوضع الحين عندي الكلير انا بالنسبة لي طالما مقتنع بهذا التحليل اللي هو انه هذه خمس موجات تحققت وعملت لي واحد اثنين اللي هي ال ABC واضحة وضوح الشمس ما محتاج ان انت هذا وهنا ثلاثة وهذه ABC سوت لي الاربعة موجة اربعة انا في عندي موجة ناقصة اللي كنت بتكلم فيها طول الوقت انا في عندي لغز لازم نحل الموجة الخامسة هذه تنقفل وتروح تمام فين مدى الموجة الخامسة هذا هو اللي هنتكلم في حاليا بشكل سريع اوكي عندنا تلت طرق على اساس انحنا نحاول نعرف فين مدى الموجة الخامسة اوكي لا تسألني متى انا ماعرف متى وقلك الموجة الحالية حاليا انا اللي شايف انه خلاص ان شاء الله ما في قاع عقل من كده وانا كتبت ثلاث سيناريوهات وحطيت فيديو وناس قادت عمل تعليقات سخيفة في بعضهم اوكي عملنا لهم شط بالتعليقات اوكي انه ضرب نمجى لأي تحلي مدرس يعني انا اعرف على قل انا سوي شي انت قعد بس تدور لي فانا بعطيك اللي انا شايف وكي ثلاث سيناريو لكن قلت لك انا امين لهذا السيناريو بان ان شاء الله ما حنشوف قاع اقل لان مقتنع ان هذا هو التحليل الصح واحد مفروض موجود في نزول لو نزلنا تحت في شي غلط اذا هذي سي او هذي مش موجة اربعة زي ما قلت في شواهد انه تحت الـ 50% هتخليني اشوك اصلا كمان عدت الـ 1.618 اوكي فكل الشواهد هذي تخليني تقول انه ما في سي وبعدين هتكون تداخلت مع موجة واحد للناس اللي بتقول ان نحن راحين للتسع الاف بما فيهم انا حطيت لك السيناريو اوكي فكل الـ الشارط خرب انا بالنسبة لها انا مؤمن بال الشارط هذا طالما ماشي الى الان على نفس الشارط ماشي زي ما بيقول الكتاب 1.618 واصل 1.618 وارتد منها صحح 50% الموجة الرابعة صح 50% لانت تداخل مع موجة واحد ممتاز هل انت مقتنع ان هذه واحد اثنين yes very clear a b c هذه اثنين خلاص بالنسبة اذا هذه موجة واحد هل هذه ثلاثة yes is the most extended wave تمام كل الشروط عندي موجودة فانا مرح اكذب عيني وتحليلي على اساس اني اقعد احاول اقنع نفسي بان في ازمة راح تصير فالان عندنا ثلاث طرق على اساس ان احنا نحاول نشوف موجة ثلاثة موجة خمسة الاخيرة طبعا اكيد سيكون في تصحيحات في النص الان احنا مش هذا صدق احنا نتكلم فين مدها كيف شكل التصحيحات هذا اللي هنعرف ها بعدين الان فين المدى الاول انه هو ان احنا هنقيس طول الموجة من اثنين الى ثلاثة اوكي والمفروض ان احنا نختبر minimum 1.12 يعني نتعدى القمة السابقة اوكي اللي هي ثلاثة ونروح الى 1.12 هنا ما اعطيها 91.000 92.000 في كمان الليفل لانه هذا اكسباندين صار اوكي فممكن تطلع الى 1.27 اللي هي تقريبا عند 140.000 افتكر الرقم هذا 140.000 هتفهموا ليش في اخر الفيديو اوكي فهموا 139.500 140.000 فانه ممكن يوصل لهنا طبعا هذا حيكون وقيف وقبل الهالفين وفي ناس تسأل انا انا بقول لك هذا مدى الموجة الخمسة والاخيرة لازم تتقفل بالشكل ده تمام تتقفل عند احد الليفل لو اعتمدنا اننا هاخذ المستوى اللي هي دام بتاخد هنا من موجة 1 2 عشان تعرف ثلاثة فين رايحة بتاخد 2 3 4 على اساس تعرف 5 فين رايحة فهذه بناء عليها من 1.12 اوكي يعني حتى ما اقول لك انها تقدر تروح لواحد لا لازم تروح ل 1.12 92 000 140 000 هذا اول مثال الشيء الثاني فيه بيقول اوكي من موجة 1 3 يعني بمعنى اصح ان 1 ل3 هذي تكون الاكستينت التبحها هي 61 في بوناتشي اوكي تقريبا يعني يعادل طول هذي طولها من 61 يعني كأنك تاخد حوالي من كل الموجة هذي بس حوالي 61 في بوناتشي تاخد 61% منها و تحط فهنا مبيت لك 61% عشان من غير معنى يعني يعني ممكن اخد الموجة هنا واشوف 61% كم تطلع تشوف التصحيح كم فهي تقريبا من هنا اوكي فم اعطي تقريبا تقريبا الى هنا 61% مواضحة 106000 هتقول لي اوه انا اقول لك الارقام الموجود على في بوناتشي تمام الشيء الثالث اللي هو ان احنا نروح ل wave 5 على الموجة الاخيرة احسب من هنا فلو افترضنا انه هذه موجة 1-2 زي ما قلت لكم فاكرين في اخر فيديو انه هل هذي 1-2 هل احنا وصلنا الواحد اوكي وهنصحح ABC وننطلق ولا لسه اوكي هنسوي واحد وصححنا الريدي هنا سوري هنا حققنا الواحد اوكي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشان نحق الموجة ثلاثة واربعة وخمسة اوكي فشوف الفيديو الاخير على السيناريو هات فحنا هنفترض انه هذه موجة واحد وهنا ABC هنفترض من هنا بس انا افترضت انه هذه الموجة واحد وهذه هنا هتكون اثنين عند أي مناطق هنا 19 16 بس ما رح تكسر القاع بإذن الله اوكي فعندنا موجة رقم ثلاثة هتوقف عن 48 1.618 وعندنا الموجة اللي بعدها تقريبا 2.27 اللي هي 76 تقريبا اوكي هيا في الحدود هذه انا حاطت تقريبا من 71 ل 75 الف لانه هتكون في برضو اللي هي ايو اتكلمت انه طول الموجة تقريبا تقريبا انه ممكن تكون طول الموجة واحد اوكي فلو وضعناها كده توصل ل71 الف تقريبا اوكي فعندك ثلاث امتدادات للموجة الخمس الكونسيرفتف منها في المناطق السبعين اسمنا كسرنا القمة السابقة وحلينا اللغز وقفلنا الموجة تمام حلو والشيء الثاني نطلع نروح لا يا حبيب نروح على الابعد 6000 او نروح على الـ 1.12 على الـ 91 للـ 140000 الـ 1.27 تمام في شيء ابا اقوله هذا في اخر الفيديو ابا اتكلم عنه انه انا مقتنع انه ممكن نوصل لهم لانه هذا بير ماركت هذا اللي صار بير ماركت لو كانت هذي الويف في نفس البول رن الموجود حالي كان ممكن اقول لا لازم نكون في السبعينات وهذا لكن احنا جديدة في الموجة الخامسة يعني الموجة الخامسة هذه هي البرن حقنا الجاي فالموجة واحدة هذه ممكن تقرفنا في التصحيح بس نخلص منها تقرفنا في التصحيح ويصير الامتداد بعدين الى فوق عشان نوصل لموجة خمسة هيكون كالتالي انه يطويلين العمر انه موجة واحد كلها توقف عن 48000 في المنطقة ويبدأ التصحيح ABC وننطلق بعدين لموجة ثلاثة يعني هنا واحد هنا اثنين يكون عند 48000 الوقوف وينها ثلاثة تسعين الف بعدين نصحح وننطلق الى رقم 240 او 139 الف بالطريقة هذه لو افترضنا انه نبغى نوصل للمية واربعين ليش قلتلك افتكر الرقم هذا في اخر المطاف على اساس ابا وريك الاستنش الاخير هذا الفيبوناتش من يوم ما ظهر الى يومنا هذا من 1 سنت تمام كل سنة كان اوكي كان كل دورة سوري بوقف عنده هذا اول انا باخذه من 1 سنت بصراح هذا اول اكستنش اوكي راح ضرب الـ 0.78 12 الـ 1200 بعدين الدورة اللي بعد ضرب تقريبا عند سنة 18 20 عند الـ 1.12 بعدين تراجع وصحح بعدين الدورة اللي بعد موجة ثلاثة هنا ضرب اللي هي 1.27 اللي هي 60,000 تقريبا هنقول 69 نكلم في الحدود هذه الموجة اللي بعدها المفروض تكفل عند 1.38 يعني احنا قاعدين نمشي بالتسلسل بالتسلسل اللي هي 1.48 1.50 مش حنكون دهرقين من 1.40 1.40 1.40 1.19 عشان كده قلتلك افتكر الرقم انه متقارب فممكن تكون هذه الدورة الجديدة التصحيح الناس اللي بتكلم على الهالفين انه التصحيح يفضل ياخذ وقت معانا نوصل لـ 48,000 ونصحح تصحيح عميق لحد ما نخلص الهالفين اذا كان الهالفين هذا مهم بعدين ننطلق زي ما قلتلكم لهذا الله العليم انا الشيء الوحيد اللي امين لي بس المقصود من كل هذا الفيديو قد لي انه انا مقتنع بانه احنا ABC خلصناها وموجة 4 انتهت الان احنا قاعدين نبدأ في 5 الله اعلم كيف هتكون امتداد موجة 5 وكيف هيكون شكلها وكيف الوضع هذا اللي انا بغير شوفه من هنا نستني اول تصحيح عشان ابدأ احدد الاتجاه واللي راح نوصل له فين اوضاع السوق ما تهمني انا قاعد بتكلم شارت و تيكنيكل 100% فباذن الله باذن الله انه الشيء الثاني اللي انا اؤكد عليه انه ما في ان شاء الله اذا كان هذا التحليل الصح اللي انا مقتنع فيه ما في قاع اقل من هذا القاع بس سلامتكم طيكم العافية وراكم ان شاء الله فيديو قريب وجديد اوكي لا تنسوا سوى سبسكرايب و لايك و شير تابعوني على تيم مورا 76 او بالنسبة لل قنوات التليجرام رجاء 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 اذا ما بيعجبك قنواتي ما بيعجبك ابو زياد احنا قروب متماسك قروب مبسوطين مع بعض لا تدخل تعكر صفنا تعليقات صخيفة ما لها اي لزمة اوكي اتوكر على الله 600 الف قروب موجود على التليجرام اوكي احنا نبغى الناس اللي نستفيد منهم و نستفيد منهم و يفيدونها و نفيدهم اوكي و نتبادل الخبرات مع بعض و تحليلات مع بعض لكن قلة حياة و تجاوز و عادة بالالتزام بالقوانين ما نمحتاجينها في الوقت الحالي بس بطيكم العافية احفظوا الشارت هذا باذن الله هيكون هو الشارت الصحيح 100% و الا انا متبني يعني من اول ما بدأنا البير ماركت اوكي و اول ما عرفنا خلاص ان احنا دخلين في بير ماركت عميق اعطيكم العافية و نراكم فيديو قريب باهن الله